الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأحيكم ورحبكم في المحاضرة الثانية من الوحدة الثانية والتي نكمل فيها ما سبق وعن بيناه وشرحناه من التعريفات الأولية وكنا قد قسمنا هذه التعريفات الأولية إلى أربعة أقسام القسم الأول وهو ما يتعلق بالمصطلح وموضوعه وثمرته والقسم الثاني ما يتعلق بالحديث ومرادفاته الخبر والأثر وهذه قد مضى شرحوها وبيانوها وبقي قسمان هما القسم الثالث وهو ما يتعلق بالإسناد والمتن كلمة الإسناد والسند والمتن والمسند بفتح النون أو كسرها وكذلك ما يتعلق بألقاب المحدثين وهي كلمة المسند والمحدث والحافظ والحاكم هذه التي سوف نشرحها في هذه المحاضرة أول ما نبدأ به كلمة الإسناد فكلمة الإسناد عندنا لها معنيان المعنى الأول عزو الحديث إلى قائله مسنداء فلما يأتينا المصنف فيعزو لنا الحديث ويرده بالإسناد كاملا إلى قائله فهذا يقال له إسناد يقال فلان أسند الحديث إذا ذكر ذلك الحديث بإسناده إلى من قاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني أن المقصود بالإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن سلسلة الرجال الموصلة للمتن فإذا جاءنا الإمام البخاري على سبيل المثال وقال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فهذه السلسلة من الرجال التنيسي ومالك ونافع وابن عمر هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن ويقال لها إسناد ويقال لها إسناد وهي بهذا المعنى أيضا مرادفة للكلمة التي ستأتي تعريفها بعد قليل وهي كلمة السند وكلمة السند من حيث اللغة هي بمعنى المعتمد يقال فلان سندي أي معتمدي وإنما سميت بذلك لأن الحديث الذي هو مثل الحديث يستند إلى سلسلة الرجال التي تسمى سند يستند إلى هذا السند ويعتمد عليه قبولا وردا فإن قبول الحديث ورده يعتمد في أغلبه على ما يتعلق بقضية السند قبولا وردا أما من حيث الاصطلاح فهو سلسلة الرجال الموصلة للمتن كما مضى بيانه عندنا كلمة أخرى وهي كلمة المتن والمتن في اللغة المقصود به ما صلب وارتفع من الأرض ما صلب وارتفع من الأرض يقال له متن وأما في الاصطلاح فهو ما ينتهي إليه السند من الكلام فإذا ورد عندنا الإسناد الذي ذكرناه سابقا يقول الإمام البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهينا من ذكر هذا الإسناد الذي يأتي بعده هو المتن فما ينتهي إليه السند من الكلام يقال له متن تأتي بعد ذلك كلمة أيضا من كلمات التي تحتاج إلى تعريفها وهي كلمة المسند بفتح النون وهو في اللغة اسمه مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه وفي الاصطلاح لها ثلاثة معاني كلمة المسند بفتح النون فتطلق ويراد بها كل كتاب جمع فيه مؤلفه مرويات كل صحابي على حدة كما هو في مسند الإمام أحمد وكما هو في مسند أبي داود الطيارسي وغيرها هذه الكتب هي تسمى مسانيد جمع مسند ومعنى هذا أن الإمام أحمد جاء فجمع حديث كل صحابي على حدة بغض النظر عن موضوعها وحتى عن درجتها هذا المعنى الأول المعنى الثاني أن المقصود بالمسند أي الحديث المرفوع المتصل سندا الحديث الذي يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان إسناده متصلا فيقال له مسند المعنى الثالث قيل أنه يراد به سند الحديث نفسه فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا أما المسند بكسر النون فالمقصود به هو من يلوي الحديث بسنده فإذا جاءنا شخص وروا حديثا ولم يذكر الإسناد فلا نقول له مسند إنما المسند هو من إذا ذكر الحديث ورواه يذكر إسناده ثم يذكر مثنه فيقال له مسند سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية فقط وبهذا نكون تهينا من القسم الثالث من التعريفات الأولية وبقي لنا القسم الرابع وهو ما يتعلق بالكلمات التي هي تقال كألقاب للمحدثين فاللقب الأول يقال المحدث والمحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويتطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها فهذا يقال له محدث كما يقال للفقيه الذي يشتغل بالمسائل وتشقيقها فقيه والذي يشتغل بتفسير آيات كتاب الله وقال له مفسر كذلك الذي يشتغل بعلم الحديث إما روايته ونقله وإما القواعد التي تسمى علم الدراية المتعلقة بقبوله ورده الذي يشتغل بهذين الأمرين أو أحدهما يقال له محدث وهي الغالبة عليه يأتي بعد ذلك وصف الحافظ والحافظ عرفه العلماء بتعريفات عديدة منها قيل هو مرادف للمحدث وهذا عند كثير من المحدثين فالذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية وقال له حافظ وهناك من عرفه تعريفا آخر فقيل لا ليس المحدث وإنما هو أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله فإذا كان الذي يعرفه في كل فن من فنون علم الحديث أو أبوابه أكثر مما يجهله فهذا يقال له حافظ أخيرا عندنا أيضا لفظ الحاكم ولقب الحاكم وهذا هو يطلق على من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير فهذا على رأي بعض أهل العلم هذه بعض الألقاب التي تذكر للمحدثين وهناك ألقاب أخرى غيرها كالحجة وكأمير المؤمنين في الحديث وهي ألقاب اصطلح عليها العلماء وذكروها وينبغي معرفتها بحيث إذا أطلقت يعرف طالب العلم ما المقصود بهذا اللقب والله أعلم ترجمة نانسي قنقر